بسم الله الرحمن الرحيم واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندار فل علي إذا ناجيتم ما يبتون مني إلى آخر عمري إله اعتداري إليك اعتدار من لم يستغن عن حقول عذري فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيق أعوذ بالله أنا الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته شهر شعبان المعظم له شبه بشه رجب الشباه من أي ناحية من عدة جهات أولا شهر رجب يسمى شهر رجب الأصب لأن الرحمة تصب فيها على المؤمنين الصبا الرحمة غامرة شهر شعبان أيضا سمي بهذا الاسم لتشعب الخيرات هذا الشهر شهر شعبان شهر عظيم تتفرع منه شعب الخير من أراد أن يفوز بذلك عليه أن يتمسك بهذه الشعب إذن الرحمة الإلهية في شهر جب وفي شهر شعبان مثله مثل المطر المطر يندر نزوله في الصيف أو ينعدم ولكن الفلاح ينتظر المطر في فصل الربيع المؤمن عينه على هذه المواسم مواسم نزول الرحمة الإلهية الغامرة جولة سريعة في هذا الشعر ماذا نصنع فيه الاستغفار ورد المؤمن ربيع المؤمن بذره في الربيع هو الاستغفار كيف الزارع يبذر البذر ليخرج النبات ثم يحصده أخيرا بذر المؤمن في شهر جب وفي شهر شعبان هو الاستغفار ولهذا لاحظوا هذا التأكيد على الاستغفار بالصياغه المختلفة في شهر جب وفي شهر شعبان وعادة الدعوة إلى الاستغفار فيها تكرار في شهر شعبان يستحب أن تستغفر كل يوم قائلا استغفر الله وأسأله التوبة هناك صيغة أخرى من الاستغفار وفي شهر جب هو شهر الاستغفار لماذا التكرار والله العالم بالتكرار الإنسان يركز في نفسه هذه الحالة من الندام أحدنا عندما يرتكب خطيئة في حق أحد خطيئة كبيرة وفي حق ذو الحق عليك لا تقول له مرة واحدة فلام أسألك المعذر أسألك العافو تكرر في مناسبة في مناسبتين أكثر هكذا نحن مع البشر إذن مع رب العالمين أيضا هذا التكرار مطلوب بعد صلاة العاصر تستغفر الله عز وجل سبعين مرة في صلاة الليل تستغفر كذا مرة أيضا تكرر ولكن اسمحوا لي إخواني هنا بلفتة العبادات الأذكار الأدعية الاستغفار مع التكرار أحدنا يفقد حالة التفاعل بيده سبحة وبين وقت وآخر ينظر إلى ختام السبحة وصل السبعين أو ما وصل إذن عينه على العدد لا عينه على الذكر هذا الخطأ الذي نقع فيه دائما بعد فترة من التكرار أحدنا لا يعيش الإقبال هنا نقول لو استغفرت مرة واحدة بنداما خير من هذا التكرار بلا توجه البعض يسأل كيف نجمع بين الإقبال والعدد الجواب الذي يستحضر مقام الربوبية من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهواء لو قيل لك أمام القاضي الذي حكم عليك بالسجن قل مئة مرة أيها القاضي اغفر لي مثلا أنت في هذا الجو من الرعب من الخوف هيبة القاضي خوفك من السجن تقولها بتوجه إذن من استشعر مقام الربوبية أولا واستشعر ذل العبودية ثانيا وخاف من العقوب ثالثا هذا العدد هذا الإنسان يتفاعل في كل الأعداد لو استغفر ألف مرة في الألف يعيش الندام إذن علينا أن نجمع بين العدد والإقبال كذلك من الأذكار الواردة في هذا الشهر ألف مرة تهلل السيد الأذكار هو التهليل علامة التوحيد الإسلام يتم بالتهليل لا إله إلا الله السيد الأذكار التوحيدية هو التهليل وسيد الأذكار الولائية هو الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وإتفاقاً في هذا الشهر أيضاً الإنسان يستحب له الإكثار من الصلوات هذا المثلث تقريباً متكرر الصلاة على النبي التهليل والاستغفار اتفاقاً في هذا الشهر هذا المثلث أيضاً نعيشه الصلاة والاستغفار والتهليل وأما ختام حديثنا الليلة هذه مقدمة لفتح الشهية على رأس الأعمال في هذا الشهر المناجاة مع رب العالمين قد تهلل قد تصلي على النبي وآله ولكن لا تعيش الحالة العاطفية مع رب العالمين الذي يرقق قلبك المناجاة أن تتكلم مع الله عز وجل بمناجاة تستدر بها الدمعة نادى ربه نداء خفية وعلى رأس المناجيات مناجاة أمير المؤمنين صلوات الله عليه والأئمة من ولد هذا التعبير ألا ما ورد في الدعاء أمير المؤمنين والأئمة كانوا يلهجون بهذا الدعاء في شهر شعبان حتى أن من أدعية أمير المؤمنين الأدعية الخالدة في أذهاننا في كتبنا ثلاث أدعية دعاءكمين دعاء الصباح والمناجاة الشعبانية لأمير المؤمنين هذه المناجاة المؤمنون على موعد معها في شهر شعبان طبعاً لا يخفى أن نقول أن الذي أنس بالدعاء في أي موسم يلهج بها في كل المواسم ما المانع أن تلهج بفقرات من دعاء أبي حمز الثمالي في صلاة ليلك ما للا أبكي لآخره ما المانع أن نلهج ببعض فقرات المناجاة الشعبانية إلهي هبني كمال الانقطاع إليك في صلاة ليلك إذن المؤمن يتحين الفرص أحد العلماء الكبار سمعته يقول ما المانع في الحوائج عند طلب الحوائج أن تقرأ الدعاء الذي نقرأه في ليالي القادر رفع المصاحف أن تجعل القرآن على رأسك بك يا الله بك يا رسول الله إلى آخره واتفاقا في دعاء رفع المصاحف ليست هناك إشارة إلى شهر رمضان ولا إلى ليلة القادر أسألك بكتابك المنزل وما فيه إلى آخره ليس فيه ذكر لشهر الصيام ما المانع في الشدائد تلهج بهذا الدعاء تقرأ فقر وباقي الحديث لاحقا تصلي على النبي وآله واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك يُعقل الله عليكم يُعقل رب العالمين لا يسمع النداء من أسماء الله السميع البصير إذن يسمع ولكن يقول اسمع ندائي أي سمع إجابة أن يسمع الله صوتك هذا ليس بالمهم أن يسمع لك ويستجيب لك يعني أيها العابد ارفع موانع الإجابة ليقبل عليك رب العالمين ونحن بعد كل غكوع نقول سمع الله لمن حمده هنا سمع بمعنى استجاب رب العالمين يستجيب للحامدين وللداعي اللهم اسمع دعائنا إذا دعوناك اجعلنا من خيار عبادك الصالحين عب لنا كمال الانقطاع إليك أن رب صار قلوبنا بضياء نظرها إليك إنك على كل شيء قدير عب لغ رواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات ترجمة نانسي قنقر 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 إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن حقول عذري فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيق ترجمة نانسي قنقر